بسم الله الرحمن الرحيم متجدد يدوم دوام الكائنات وأكثر سلام قديم في الغيوب مدون به أبتغي تيسير ما قد تعسرا سلام به إصلاح شأني بأسره جمالا وإحسانا وسعيا ميسرا يا جامع الخيرات يا مرجأ الورى فصلني بحبل لا يرى يتقطع عليك صلاة الله ثم سلامه فعيش بدون الحب فيك مضيع الله سبحانه فرد بلا شبه والعقل دون بلوغي كنهه وقفا وغير ما اتصف الرحمن جل به من الكمال به خير الأنام صفا الله عظم قد رجاه محمد صلى الله عليه وسلم وأنا له فضلا عليه عظيما في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما من ذا الذي ما ساقط ومن له الحسن فقط محمد الهادي الذي عليه شبريل هباط وعلى تثنني واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصفي إني استترت بأمداح النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخشى الفضيحة ذو عيب به استترى إني على النفس والشيطان منتصر بالمصطفى عز من بالمصطفى انتصر أيها المشاهدون الأكارم ما زلنا نتابع في بحر الشمائل المحمدية وهذه الشمائل رسمها العلماء رحمهم الله تعالى إلى شمائل ظاهرة وإلى شمائل باطنة والشمائل الظاهرة هي التي تتمثل في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة التي يجب على الأمة أن تتابعه فيها وهذه الشمائل هي رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وعفو النبي صلى الله عليه وسلم وصبر النبي صلى الله عليه وسلم وزهد النبي صلى الله عليه وسلم وحياء النبي صلى الله عليه وسلم وشجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وخوف النبي صلى الله عليه وسلم من الله تبارك وتعالى فهذه إذن هي الأخلاق الظاهرة التي ينبغي للأمة أن تتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وما من عبد يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يعفر وجهه بالتراب خمس مرات إلا ويرجو الله تعالى ويرجو خير الله تبارك وتعالى وخير الله تعالى منحصر في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى هذه الأخلاق الظاهرة على الإنسان أن يحاول أن يجسدها في نفسه وأن يجسدها في أبنائه وأن يبثها في جرانه وأن يبثها في مجتمعه حتى يكون الفرد صالحا وحتى يكون المجتمع صالحا لأن هذه الأمة كما قال مالك رضي الله عنه لا يمكن أن تصلح إلا بما صلح به أولها وإنما صلح أول هذه الأمة باتباعهم لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من جيد الأخلاق التي حباه الله تبارك وتعالى بها والتي ارتضاها الله سبحانه وتعالى بكاملها فقال وإنك لعلى خلق عظيم زكى خلقه الظاهر وزكى كذلك خلقه الباطن أما الأخلاق الباطنة فهذه طبعا لا يمكن للإنسان أن يتقصها وأن يتبعها بالنبي صلى الله عليه وسلم ألا وهي كمال خوف النبي صلى الله عليه وسلم من الله تبارك وتعالى وكمال رجاء النبي صلى الله عليه وسلم لله تبارك وتعالى وكمال محبة النبي صلى الله عليه وسلم لله تبارك وتعالى وكمال جهود النبي صلى الله عليه وسلم وكمال عفو النبي صلى الله عليه وسلم وكمال زهد النبي صلى الله عليه وسلم وكمال صبر النبي صلى الله عليه وسلم لكن المطلوب من العبد أن يحاول أن يأتي بشيء من الصبر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله مطالب بأن يأتي بشيء من الزهد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله مطالب بأن يأتي بشيء من كرم النبي صلى الله عليه وسلم وجوده الذي كان يفعله ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الدهر فلما حاول بعض الصحابة أن يتابعه في ذلك قال لهم إني لست كمثلكم أبيت عند ربي يطعمني ويسقين ومع ذلك نهاهم عن صيام الدهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم له قربة يتقرب بها إلى ربه سبحانه وتعالى لا يمكن للعبد طبعا أن يصلها ومع ذلك كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه فإذا سألته عائشة رضي الله عنها عن ذلك قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرحم الناس جميعا بهذه الأخلاق وكانت أخلاقه تعم الناس جميعا كانت أخلاقه تعم المؤمنة كانت أخلاقه تعم الكافرة كانت أخلاقه تعم المنافقة ولهذا قال الله تبارك وتعالى في حق المؤمنين وبالمؤمنين رؤوف رحيم وصفة الرحمة لم تنسب لأحد من الأنبياء إلا النبي صلى الله عليه وسلم لعظمته عند الله تبارك وتعالى فهو رحيم طبعا بأمته ورحيم بالأمم من قبلها وذلك طبعا يظهر في شفاعته يوم القيامة في الأولين وفي الآخرين حينما يجتمعون في مكان واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وقد بلق العرق منهم ما بلق ومع ذلك يأتون الأنبياء من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى عيسى بن مريم وكل نبي يقول نفسي نفسي لا أسألك إلا نفسي ومحمد صلى الله عليه وسلم إذا جاءوه يقول أنا لها فيسجد تحت العرش ويدهمه الله تبارك وتعالى أنواعا من الفتح التي لا يمكن أن يهتدي إليها بشر قط ومع ذلك يقول الله تعالى له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطاه واشفع تشفع يقول اللهم لا أسألك نفسي ولا فاطمة ابنتي أمتي أمتي وحكمة الإتيان للكرامي إظهار قدر سيد الأنامي لو أتوه أولا ما شعشعا أن سواه لا يكون شافعا وهذه الشفاعة الكبرى تعم كل معظم على الإله ذم الشيخ محيد دين قال الله رو شمولها الأملاكة وهو ظاهر ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رحمته تعم الجميع تعم أهل المحشر مؤمنهم وكافرهم إنسهم وجنهم لا غير ذلك وهذه الرحمة كذلك تشمل الكافر بتأخير العذاب عنه في دار الدنيا وتشمل المنافقة بتأخير القتل عنه كذلك في دار الدنيا ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سئل قتل بعض المنافقين وهو يعلمهم يقول لا حتى لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه فرحمة النبي صلى الله عليه وسلم أمرها عظيم جدا فينبغي للأمة أن تعلم بأن هذه الشمائل فيها خير كثير ونحن إن شاء الله تعالى سندلف إليها إن شاء الله تعالى تباعا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم علمنا الله وإياكم علم التقاء والأدب موسيقى